اشتركوا في القناة اصدقائي اول بيضة لدينا هجوم التنين ضربة تنين ودفاعه نقطة ضعفه اللي هي الرعد حسنا نفقس البيضة الثانية وهي اعتقد بيضة بزقيلس الطائر الناري حسنا اجل انه بزقيلس اصدقائي حسنا اختار الوحش الثالث نقوم بتفقس ثالث بيضة نرى لمن هو الوحش لا ادري من هذا الوحش ويكون حسنا لكاريوس العادي لدينا لكاريوس العادي اذا وهو وحش كهربائي حسنا نقوم بتفقيس البيضة الرابعة ونرى من هو الوحش الذي لدينا هنا نرسكولا نرسكيلة المتخفية نختار نرسكيلة المتخفية نختار خامس بيضة الآن نقوم بتفقيس خامس بيضة ونرى من هو الوحش الذي مختفي هنا يخرج لنا مونابولوس الابيض اوكي نختار مونابولوس الابيض نقوم بتفقيس ثادث بيضة لدينا نرى من الوحش الذي سيخرج لنا من ثادث بيضة يا اصدقائنا يخرج لنا اصدقائي باريوس الرملي حسن بما أنه باريوس الرملي هنا نقوم بتفقيس سابع بيضة وهي بيضة خفيفة جدا أعتقد أنها بيضة كولوياكو أو شيء كذلك أنه كولوياكو شبهه أصدقائي والوحش الدجاجة حسن نختار تفقيس البيضة السابع الآن نرى من الوحش الذي سيخرج لنا أنها ثقيلة جدا أعتقد أنها بيضة تايغريكس أجل أنها بيضة تايغريكس الأسود أصدقائي حسن نقوم بتفقيس البيضة الثامنة ونرى من الوحش الذي سيخرج لنا منها عفونا البيضة التاسعة آه إنه رازولوس راثة إنه صديقنا راسة ذو الأجنح المدمرة أصدقائي رازولوس العادي أوكي نختار بيضة التاس العاشرة أو أجل العاشرة نقوم بتفقيس البيضة العاشرة ونرى من سيخرج لنا منها إنه أنا قناس العادي أصدقائي حصلنا على القناس ونقوم بتفقيس البيضة الحادية عشر نرى من سيخرج لنا من هذا البيضة وزنجور الجهنمي مرة أخرى حسنا هنا حصلنا على زنجور الجهنمي نختار آخر بيضة غاية من وكر ترتبه مخفضة نادر ولكنها سقيلة نوعا ما حسنا نرى من سيخرج لنا من هذا البيضة هل هي بيضة راسيون الوردية أمن لا إنه خيز الأحمر خيز أحمر أصدقائنا حسنا هكذا نكون في قسنا 12 بيضة نادرة نراكم في الحلقة القادمة أصدقائي أتمنى أن تكون عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول ولا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء ودعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول نراكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة